طاجين ومقال. الطاجين مع الوصفة الكاملة بتكلفة 14 درهم. ومقال كي تحدث على الأسعار مقال رأي في واحد اقتراح يعني لكل غاية مفيدة. وتبعوا معي هذا الفيديو. أهلا وسهلا ومرحبا من الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء. هذا طاجين لديد وصحي ب14 درهم. الوصفة الكاملة. نرى ما لدينا هنا. لدينا حباد مطيشة. نضع لها درهم ونصف. نضع لها درهم ونصف. وستد الحباد الجزار الخيزو. هذا الخيزو لديه السوق صدفة ب4 درهم الكيلو. في مرة. كنت قمت بخيزو ب4 درهم. وستد الحباد نضع لهم هذا. نضع لها درهم. نضع لها درهم. كنت قمت بخيزو. وهذا البطاطة. هذه البطاطة محترمة كبيرة. زيانة. نضع لها درهم. وهذا قمت بخيزو. ونضع لها درهم. لنضع لها درهم. التومة تلاتة وضربة الدروس والقصبور جاف. نأخذو واحد جزي حباد دي الخيزو. ونخلطوها مع ديك التومة و. والقصبور جاف. نضع لهم من تحت دي اللجين. وقام بسيطة مطاشة في فوق الجزار وقام بسيطة مطاشة وقام بسيطة مطاشة كاملة وقام بسيطة جزار حيث يكون قطعون ضيلتك. ونضيلي الجنوبة. لكي يجي منضرزين. ومن بعد ما هتوابين رأيجين جيدة. ونضع زيت البلدية. هكذا. يمكن نضيف الزيتون بالطاجين. وهو الزيتون يغلي شوية طاجين ولكن التكلفة اغطى شوية حيث الزيتون غالي. اه شين درهم القلاولاتين واشين من كدير الكيلو. اذا هذا الحبات اللي هنا اواحد نقوله ثلاثة درهم. ولكن كي زيدوا الطاجين بالناء ورونقه. اه ثلاثة درهم نزيدوا على ديك القولو ديك معدقة كبيرة ديت الزيت البلدية قولوا وجود درهم. اوان بعد نتذكروا على التكلفة. اوكي. قنا دابعة التوابيل. ونضيفوا واحد الرشاخ رديل القصبورجف. والخرقوم البلدي. والملحة اللي بزار. ها هو الطاجين دي نفق لها فيها. اه هو كي طيب. اوكي. وها هو الطاجين دي نفجد. رائع. المهم اللي بدا فيها بنين. هذي كما طيشها للسطماء. وخضرها مضورة على البيلية. بحلي كنديد ممكن يكون ترايفة للحم ولا ترايفة الجاج. وكي بقى الطاجين هو الطاجين الديد ورائع وصحي. سننتصر على غلاء الاسعار. ان شاء الله. اوه دا بنتذكروا على التكلفة. الجازار والاخيزو بربعة درهم. حباد ما طيشها درهم ونص. حباد بطاطة كبيرة جو درهم. زيت جو درهم ولكن رزيت شوية على دك الكيمية. توم درهم. التوابل درهم والزيتون كيبقى اختياري ثلاثة درهم. المجموع اربعتاشر درهم وخمسين. وكان زيتو تات الخبيزات ثلاثة درهم وستين. ولكن اه تكلوا فطاجين كتبقى اربعتاشر درهم ونص. حيث داك الزيتون اختياري دي لثلاثة درهم. وهكذا وعدنا طبق لديد وممتاز. وهكذا كنحافظ على النظام دينا الغذائي. اللي هو لديد وصحي. وفي انتظار ان شاء الله ان تنخفض الاسعار ان شاء الله. ودبا نقرأوا جميع واحد المقال تحت عنوان تقافة عرض اسعار المواد الغذائية. بعد تحرك للحكومة في هذا الصدد. فيه اراء واقتراح ويعني بعض الملاحظات البناء. تقافة عرض اسعار المواد الغذائية. الرأي ان مراقبة الاسعار ومدة صلاحية المواد الغذائية. والصهر اه على تنفيذ اجبارية عرض الاسعار عند البقال وباقي الفواكه. والخضار بالتقصيد تدخل في اختصاص القائد رئيس الملحقة. وهو عمل يجب ان يدخل في اطار برنامجه اليومي وليس في اطار حملة معزولة او ضرفية. والرأي ايضا ان على قائد الملحقة الذي يوجد تحت نفوذه ترابي سوق للجملة. ان يرفع تقارير دورية متواصلة وبطريقة تلقائية حول وضعية السوق. وكل ما من شأنه ان يخلى بالتوازنة التجارية. مع التأكيد على الاختلالات ان وجدت. لان كل قائد ملحقة الا ويتمتع بتكوين عال يمكنه من التحليل والاستنتاج واقتراح الحلول الناجعة. وبطبيعة الحال هذا عمل اقتضي نزهة تامة. نزهة تامة لدرجة تفادي كل كلام. قد يكونوا مغرضا من طرف بعض من يتم معاقدتهم نظرا لخرقهم للقانون في هذا المجال. سواء احكنوا تجارا اصحاب محلات تجارية او باعات متجودة. كلام الناس ان كان لا يرتكز على دليل قد لا يهم بالنسبة لسائر المهن. ولكن قائد الملحقة بحكم موقعي كمحور اجتماعي هام جدا. عليه تفادي كل ما من شأنه ان يغذي كلام العامة. ولو كان فارغا لانه كلام قد يكون له تأتي مباشر على الوضع العام كلما اجتدت ازمات اه الاقتصادية. وتبقى احسن وسيلة للتحصن من كل اقاويل بكل اشكالها. العفو يمينة او المغرضة التي قد يتم ربما اشاعتها وفق اجندة ما ان وجدت. فيما يخص مهمة المراقبة اليومية لاسعار الخضار والفواكه واللحوم. هي التزام قائد الملحقة بعدم التبضع من المتاجر التي يراقبها والمتواجدة تحت نفوذه الترابي. هذا طبعا اكراه اضافي. ولكن من اختار ان يكون قائد ملحقة وهو حاصل على الشهادة عليا بميزة مستحتنى او حسنى. وخضع بعد ذلك لتكون شامل شاق جدا لا يجتزوه سوى كل عتيد. فقد اختارت تضحية في سبيل الوطن وتحمل برنامج عمل يومي مكتف مضبوط في كافة المجالات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. وبين قوسين وللتأكيد هذا مجرد رأي او اقتراح ويبقى طبيعة الحالة القرار للمسؤولين الذين نحترمهم رأي او اقتراح من اجل ان نظل دائما نسير من الاحسن الى الافضل. طيب. ان العمل الذي قامت به السلطات المحلية مؤخرا بامر حكومي فيما يتعلق بتنفيذ اجبارية عرض الاسعار في المحلة التجارية عمل موفق جدا. ولكنه عمل يجب ان لا يحتاج لتعليمات ضرفية. اذ يجب ان تنتشر تقافة عرض الاسعار في جميع الاوساط التجارية. ولن يتأتى ذلك سوى بعمل يومي دقوب بدون ملال ولا تراخي. فمن كان لا يظن مثلا ان تقافة اجبارية وضع حزام السلامة في المركبات الخاصة ستصبح تقافة راصخة في كل الادهان بصفة نهائية لعله غير رأيه اليوم. يعني دابا كل شي را كيدير لسنتيوب سيكوريتي نوكيك في السيارة ديالو حيث كان كانت اصرار على تنفيذ هذا القضية هدي. وهي يقول دابا تقافة دير كف السيارة كيدير يعني يحتدك عرض الاسعار بينها تكون هكا هتا هي. يعني كنت تكون بالمتابعة او بالمسائل وبتوفق. طيب. هذا يعني ان قضية عرض الاسعار واحترام مدة صلاحية المواد الغدائية من طرف التجار يمكن ان تصبح تقافة راصخة لا تحتاج لحملة ضرفية. وهي قضية تهم السلطة المحلية. وخاصة قياد الملحقات الادارية. وتحية عالية للقراء الشرفاء الاعزاء. ترجمة نانسي قنقر